ننقر بزر المويس الأيمن على اسم الحزمة لإنشاء النشاط الجديد من نموذج النشاط الفارغ باستخدام قالب Fragment. نستخدمه للاسم Detail Activity. وسيكون أصل التسلسل الهيكلي لهذه الفئة هو Main Activity الخاص بنا. لدينا كما ترى Detail Activity جديد إلى جانب ملف XML إلى Detail Activity و Fragment. مقترن بذلك النشاط. رائع، لقد انتهيت. لكننا لم نشغل نشاطنا الجديدة بعد. ترجمة نانسي قنقرن بذلك النشاط. ترجمة نانسي قنقرن بذلك النشاط. ترجمة نانسي قنقرن بذلك النشاط. اشتركوا في القناة